بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على السنة محمد النبي المصطفى الكريم على آله وصحبه السلام الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور أحمد عيد العبادي إذن قلنا أنه كيف القوة يعني ممكن نقول عنها قوة يعني سواء عند الأوكيدير ولا عند الأذرح ولا عند أيلة اللي كانت خط التماس مع جزيرة العرب وخط الحدود بالنسبة لإحتلال بيزنطي مع العرب في الجنوب أو مع المسلمين مع الدولة مع القوة العربية الجديدة والقوة الإسلامية لذلك كان من أصداء انسحاب الرومان ولو هربا من المنطقة فإجا الأوكيدر ابن بلاد وحاكم العيلة قال يعني أنا شو بدي بالمحتلة كون أن أرحبا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاصة أن الأوكيدر العبادي اكيدر ابن عبد الملك العبادي راح أيضا قابل سيدنا محمد فغار منه يوحنا وراح ذهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تبوك ومجد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يهتم بحقن الدماء وأنه لا يريد القتل ويعني يعرض إشي حضاري ومحترم فحتى أنه يعني في الروايات الإسلامية في جابر رضي الله عنه قال رأيته يعني في الحديث يعني قال رأيته يحنى ابن رؤبة طبعا هي تكتب يا وحا أو يا حا مباشرة يعني في أكثر من رواية ما تفرق يعني يحنى يحنى يعني منه قصة ابن رؤبة يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية معقود الناصية يعني مربوط فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كفر وأومأ برأسه يعني انحنى وطأطى رأسه خضوعا وضع يده على صدره فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع رأسك وصالحه يومئذ وكساه بردا يمانيا انتبه أعطى بردا لأهل لأذره وعطى برد لمين لا يحنى بن رأبة ويعني لذلك كانت يعني تصرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو يعني ما هو ينطق على الهواء أنه وحي يوحى طبعا هذا بإرادة الله جل وعلا أنه دليل على رغبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في إبرام الصلح بالشكل الذي يحفظ كرامة الآخر بغض النظر عن دين الآخر يعني لا يجب روع الإسلام هو يقولك أنا مش هرقل لما تنحني أمامي ارفع رأسك هذا ينحنوا أمامه رقل وأمام الحكام في زمنهم يعني فقد جاء الرجل مرتديا صريبا ولم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمره بخلعه لكي لا يشعر الرجل أنه في حضرة رقل مثلا بل أمره الرسول عليه الصلاة والسلام برفع رأسيه دليلا على رفعة شأنه عند المسلمين يعني أنه المسلمين يرفعوا شأن الإنسان لأنه الإنسان مكرم يكرم الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم إنسان مكرم بني آدم مكرم ويعني اعتناق دين آخر غير الإسلام لا يعني أنه يجب أن يكون في وضع مزري لا بالعكس هو إنسان أيضا فيعلم الرجل أن الصلحة مع المسلمين الأقوية المنتصرين على الاحتلال البيزنطي ليس مذلة يعني الروماني يقولها راح يذلوك المسلمين طبعا عرب بعضنا ما في مشكلة عندنا يعني ومذلة ينبغي له ولي قومه أن ينقضوه عندما تسنح لهم فرصة لا لأنه العهود المسلمين لا ينقضوا العهود وأول واحد بالحفاظ على العهود هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير خلق الله بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء يحترمون الآخر فينبغي الإسراء بإبرام هذا العهد والعض عليه بالنواجر وقد كان نص الصلح فيما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين يحنى بن رأبة على الشكل التالي بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمينة من الله يعني أمن وأمان أمينة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنى أو يحنى بالرؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم سفنهم وسياراتهم في البر والبعر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن أخذه من الناس وإنه لا يحل أن يمنعهم ما أن يردوه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر والحديث بقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته